أول كفيف يبرز في العالم العربي وقتها سجلت في الدكتوراه وانتسبت إلى كلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة أستاذا مبرزا اذ طلعت بتدريس البلغة بتدريس أيضا العربية ليقسم اللغات مشروعي بالأساس هو إيصال الثقافة إلى المغمورين إلى المنسيين إيصال الثقافة إلى المغيبين إيصال الثقافة إلى الأطفال الذين ينزلون المناطق النائية والذين تتقطع بينهم وبين الثقافة الأسباب واللي ربما ملقاوش الفرصة حتى للتفكير في مواردهم الثقافية لشح مواردهم المادية إذن رهاني هو أن يسهم المواطن مهما يكون عمره وفئته في إنتاج الثقافة مشروعي أيضا هو إنصاف ذوي الاحتياجات الخصوصية بأنه يأخذوا حظوظهم وحقوقهم في الإنتاج وفي الدعم وفي الإسهام في حركة الفعل الثقافي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر